ساعات تلاقي الناس على سوشال ميديا تتكلم وتقول إيه؟ طيب ما إحنا شفنا مثلا فيلم أجنبي مش عارفة فيه قصة مشابهة لاتنين صحاب وبعد كده حب وبعد أنت بتشوف أن الحاجات دي موضوعية يعني أنا وجهة نظري أن الخطوط الإنسانية كلها في الأول وفي الأخر متشابهة يعني قصص الحب كلها قصص حب وأغلبها بيبقوا صحاب والناس بيبقوا ما بيحبوش بعض وبعكاء يعني الموضوع بيتقلب قصة حب ممكن نلاقي تشابه في قصص حب كتير قوي بس حسب بها تقدمت ازاي؟ بص الهو سلطانة وجيت حكيته لك وإحنا بنعمله هتقول لي إيه؟ يعني بتعمله إيه؟ مهو فيش فكرة يعني ماشي يا سلام ماشي هو الفكرة مش في الفكرة يعني فكرة الفيلم ده مش في الفكرة يعني مش في فكرة الفيلم نفسها اللي هو قدر رألك السطر إنه هو اتنين كانوا صحاب وبعدين مش عارفين بيحبوا بعض ولا لأ أيوة فين الفيلم وسحر الفيلم ده مش في ده الفيلم في الرحلة إن فعلا فيه تفاصيل صغيرة في مشاهد صغيرة أنا كنت بحس إن أنا مليون في المية لو إحنا كلنا اللي موجودين هنا شافوا الفيلم متأكد إن فيه مشاهد فيه مش بس نعرفها فيه منين عاشها أنا شخصيا فيه حاجات أنا عدت علي عشتها بالتفاصيل دي عشتها كده فهو ده اللي عمل كده في الفيلم اللي هو تلاقي إن حتى إيه ده والله أنا كمان حصل لي كده أنا والله أنا ماشي قلت الجمل دي أنا ونا في العربي ففيه حاجات المشهد مش الفكرة الفضيعة اللي هما اتنين بيتكلموا بعد صهرة ماشي بيقولوا الفكرة إنه الحوار بيقولوا إيه والموقف اللي هما عاشوا والتفاصيل اللي هي بتاعة رحلة الفيلم دي خبطت في الناس كده إزاي لأنك انت طول وقت شايفة نفسك بشكل أو بآخر أكي أو موقف عشتي أو موقف عد عليكي أو تعرفي صاحبتك حاجة تقولك أو كده فهو ده السحر بتاع الفيلم مش فكريته الفكرة يعني متقل إنه موجودة وعشان كده لما حصل اللغط وكان في حد بيتكلم عن الفيلم وكده وحس إنه ملقع مفيش يعني بدليل إن الفيلم محقق أرقامه الناس كل إلا حد بيخش زي ما أنت بتقول بيتأثر من المواقف نفسك مزدد